في ظل الاستعدادات الإسرائيلية لشن هجوم بري على مدينة رفح المكتظة بالمدنيين شددت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين على ضرورة حصول المنظمة على تمويل جديد من الاتحاد الأوروبي خلال الأسابيع المقبلة فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا اعتبر أن هذا التمويل أمر بالغ الأهمية محذراً من أن الوكالة قد تضطر إلى التوقف عن العمل بحلول نهاية الشهر لازاريني أوضح أن الوكالة الأممية اقترحت رقابة دولية على المساعدات المقدمة إليها وسط الاتهامات الموجهة إليها والمتعلقة بمزاعم إسرائيلية بمشاركة بعض من موظفيها في هجمات حماس الأخيرة ضد إسرائيل ورغم طرد الأونروا الموظفين المتهمين على الفور أوقفت أكثر من 12 دولة تقديم التمويلات بقيمة نحو 440 مليون دولار أي ما يقرب من نصف ميزانية الأونروا للعام الحالي وتأمل الوكالة الدولية على الحصول على دفعة بقيمة 82 مليون يورو من الاتحاد الأوربي بحلول نهاية الشهر ما دفع المفاوض العام للتوجه إلى بروكسل وإطلاع وزراء الاتحاد الأوربي المسؤولين عن سياسة التنمية على احتياجات الوكالة والمزاعم الموجهة إليها في غضون ذلك قال المسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوربي جوزيب بوريل إنه لا يوجد بديل للأونروا في الأراضي الفلسطينية بوريل أشار إلى الوكالة الدولية بحاجة لأن تكون قادرة على مواصلة عملها بينما يجد تحقيق في مزاعم بأن بعضا من موظفيها شاركوا في هجوم حماس على مسوطنات إسرائيلية بغلاف غزة في 721 أكتوبر الماضي ترجمة نانسي قنقر